نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم بافتتاح مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية بمنطقة عالي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الافتتاح أن المشاريع التنموية الكبرى تحظى بكامل الرعاية والاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عرص شرف السلام الملكي البحريني سلام قف موسيقى 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 وشرسمه إلى أن هذه المشاريع التنموية الكبرى تسهم بشكل بارز في تعزيز تنفسية مملكة البحرين في مختلف القطعات وتحقيق المنجزات التنموية لصالح الوطن والمواطنين لافتا سموه إلى أن القطاع الصحي يعد أحد القطاعات الرئيسية ضمن المنظومة الخدمية التي تصب مسارات منجزاتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وضف سموه أن مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية يأتي امتدادا للعلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ويعكس وجها من أوجه التعاون الاستراتيجي والشراكة الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين معربا عن تقديره للدور الذي قام به مستشفى الإرسالية الأمريكية على مدى 120 عاما باعتباره من أوائل المستشفيات في المنطقة وذلك منذ افتتاحه في مملكة البحرين في مثل هذا اليوم في 26 يناير من عام 1903 للميلاد ليأتي افتتاح مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية شاهدا على مسيرة التطوير والتنمية في القطاع الصحي التي نتطلع لاستمرارها لفتح آفاق أوسع لخدمات أكثر جودة وكفاءة كما قال اسموه أن سرعة الانجاز حين تقترن بجودة الأداء وكفاءة الخدمة تكون محركا لتحقيق المزيد من الخطط والمبادرات والمشاريع التنموية التي يعود نفعها على كافة المواطنين مشيرا إلى همية مواصلة الاستثمار في الخدمات الصحية التي تعتبر أحد الأولويات الدائمة التي توجه إليها الموارد لضمان جودتها والسدامتها في مواجهة مختلف التحديات ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات تسهم في تعزيز الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع بما يواكب التطلعات ونوه سموه بدور القطاع الخاص في رفض أوجه التطوير المنشودة في كافة القطاعات وما يطلع به من دور في الدفع بعجلة التنمية نحو مستويات أكثر تقدما لافتا إلى أن المنجزات التي تحققت بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي وما لها من آثر نجابي في رفع مستوى الخدمات المقدمة وخلق الفرص الواعدة أمامهم بما يسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة وقد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح مستشفى الملك حمد الأرسالية الأمريكية وأقام سموه حفظه الله بجولة تفقدية في بعض أقسام المستشفى حيث طلع على عرض موجز حول الخدمات العلاجية والتشخيصية التي يقدمها مستشفى الملك حمد الأرسالية الأمريكية مشيدا سموه بالجهود المبدولة التي تأتي حرصا على مواصلة تطوير مستويات الخدمات في المنظومة الصحية لمملكة البحرين تحقيقا للأهداف المنشودة من جانبه أشار الدكتور جورج شيريان الرئيس التنفيذي للشركات والمدير الطبي بمستشفى الارسالية الأمريكية إلى أن المستشفى تم تصميمه لخلق بيئة علاجية متكاملة تتضمن التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تحقيق أهداف القطاع الصحي في البحرين مؤكدا أن المستشفى يواصل شراكاته على مختلف الأصعدة لتقديم خدمات صحية أشمل حيث تم تجهيزه بأحدث المختبرات للتدريب السريري وظرف للمحاكاة كما تم تخصيص المرافق والمكتبة وقاعة المحاضرات ليكون المستشفى تعليمية لافتا إلى حرص المستشفى على تعزيز دوره كمركز للابتكار من خلال توفير تقنيات عالمية للمستوى تسهم في تقديم الأبحاث والدراسات الطبية الجدير بالذكر أن مستشفى الملك حمد الارسالية الأمريكية يقدم مختلف مستويات خدمات الرعاية الصحية حيث يحتوي على 125 سريرا وجناحا مخصصا للنساء والأطفال وجناحا آخر مخصص للتخصصات الطبية الجراحية المختلفة كما تم تزويد غرف العمليات ووحدات العناية المركزة ووحدة غسيل الكلة المكونة من 20 سريرا والمختبر ومركز الأشعة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية ترجمة نانسي قنقر